اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ليال انتي قدرتي تعملي اسم بفترة كتير قصيرة ولمع نجمك بفترة صغيرة ولكن انتي بلشت من عائلة محافظة خبرين اكتر شوي عن بداية الفن عندي كيف انطلقت عائلتي اعملنا فنية بس عندهم اصوات حلوة نحن عشر اشخاص كنا صرت ايلتهم كذا مرة نحن اختصر شوي عائلتي اهل ماما كلهم اصواتهم حلوة كتير من الجنوب طبعا وبابا من الجنوب بابا قدى كل عمره بالاختراب علمنا حتى من انا وصغيري عندي عندي هيدا انه البابا منه موجود فهيدا الحزن اللي جواتي يعني بيضل يوم بعد يوم صار اكبر واكبر واكبر تعلمنا انه نحن لبنان هو بلد عايش على الهجرة وعايش على الرجال وعايش على العائلات اللي عايش برا وهيدا الوضع هلأ عم نحس فيه اكتر يعني صار بالبيك تايم طبعه فكل هالقصص خلت فيه انه يكون في عندي حنان لبلدي وتعلق فيه اكتر بس هايدي السنة للأسف صرت عم هالحلم عم بي عم يدمحل جواتي لانه صار في عندي ولد عم فكر بمستقبله اكتر وعم قول انه لازم انه في اشي لازم تتبدل وتتغير وما فينا نكمل هيك بس بالنهاية نحن عنا ايمان واللي عنده ايمان ايمان وما بيموت حاولت اني انا انه نمي موهبتي في التع الكونسرفاتور اتعلمت صوفيج فوكاليز موسيقى رجع لموضوانا استاذي هو ريشار نجم وجه له تحية اول اغنية كانت برصيدة هي حواسي كلها عملت ست الابومات لهلأ وكل الابوم كان فيه نكهة خاصة باغنية خاصة تركت اثرة ونجاحة بالبنان والوطن العربي ما رح احكي عن حالي بس انا بعدني بقول ببداية الطريق الفنية بداية مشوار الفن اذا بديك وبحب دايما نفكر بالقصص الجديدة الحلوة اخترع قصص حلوة من كلامه لحنة وتوزيع ما ابقى عم عيد حالي او قلة حدا وبحب دايما يعني الافكار كمان الجديدة اللي ممكن تشدني بحب القصص اللي بتحكي عن الحب والمشاعر والاحاسيس هايضي الاشياء اللي دايما بتحتويني اكتر اتعرضت لالرفض او الصعوبة بمجتمعك لقدرت انطلقتي بالاول او كانت سهلة عليك؟ سهلة لانه كان مشواري بالستيديو الفن بالالفين واثنين وانسحبت لانه كان عندي مدرسة بالترمينال كنت بعدنا صغيرة بالسن وحسيت هاي التجربة كانت مبهبت علي لانه ما كنت ما عندي ثقل لهايدي الموهب ما منها ميتة ولا مهزبتة ولا مسأفتة كنت على قد حالي خبرتي على قد حالي حتى بالفترة كلها هايدي اللي كنت بالجامعة كنت عم بشتغل على المسارح اللبنانية والمطاعم اللبنانية بكافة أكتاب لبنان من كل الأعراس والحفلات والمهرجانات كانت والحفلات اللي كانت تعنى بالنجاح المدرسة والجامعي هول قصص عاتوني خبرة ودخلت دومين كمان سلك الدولة فكان من أخليني شوي هيك يكون عندي سئة أكتر بحالي خلصتي مدرسة روحتي على اختصاص غير الموسيقى والفن بالأول صحيح ترجم وتعريب وأدب إنجليزي ومن بعدها فتنا فاكلتي أوف أرتس يعني تعلمنا لغات ونوفلز وقصص لتريتشوري يعني إذا بدك بس شو اللي خليكي بالأول ما تروحي تغري يعني أنت عارفة أنه عندك الصوت وعندك الحب للفن ليه مش من الأول رحتي تتعلمي فن لأنه كان عندي حلم هو أني أعمل دكتورة في الفرق بين ليال المغلي الفنانة وليال الدكتور بس تعارفة هلأ بتعلم كل شي بالبيت يعني كل القصص البيولوجي وهيك بتعنيلي يعني مثلا أنا الوالدة أنا تبعتها بالكورونا وأنا الحمد لله حكمتها حتى الدكتورة بجمع الأمريكية قالوا لي هي عنا بالسوان ونتلوا لها عندي بالبيت فهيدا الشي حتى البابا أنا بيهتم بكل تفاصيله بالميديكال هستوري طبعه ماما كل شي كل شي كل شي أخواتي فهلأ عم برجع عم برجع عم برجع بنامي أكتر لأنه الوضع ما بيسمع بيه هواية عندك يعني عندي يا هواية بس هلأ عم نميها أكتر وعندي هلأ كمان عم برجع بتعلم أنا بسوق موتو صغير بس ما بسوق موتو كتير كبير فهلأ عم كمان عم نمي هكذا الموهبة بحب كتير غير ركوب الخيل والقصص التانية طبعا وكتابة الشعر اللي كل يوم بشوف مرات عندك على السوشال ميديا عندك مثل كتابات بتكتبية هولأ انت من عندك بيطلعوا إذا بدي فوت بكتابة الشعر عندي عندي كتير من القصص الموزون والمقفة يعني القصيدة العمودية القديمة وعندي شعر حر حديث بس يعني فضل أنه القصص إلي لأنه كتير أنا يعني عذرية إذا بديك كتير سنشول الليال أنت تزوجتي عن عمر صغير ورجعت انفصلتي قديك أنا عمرك وكيف كانت هالقصد الحب بلشت عندك 14 سنة كتير صغير يمكن بعد كنت بعني بالمدرسة كتبت كتابة واتزوجت كان أول سنة جامعة كنت 16 سنة وكان عندي جد يعني ضغري كنت بالجامعة وحامل إيه أكيد كترو عامل امتحانات وأنا عندي البيبي ماشي الحال كله تمام إن إحنا تعودنا نكون عيصاميين بكل القصص ورجعت ولدت وكملت الجامعة الماستر اللي إليه والحمد الله وحتى أنا تدحك علي إذا قالتلك شغلات تسعة تشهر أنا وعى المسارح كان ابني ببطنة ويعني أنت تزوجتي عن حب ولا زواج سالونات كان؟ لا مش عن حب ولا ولا إنه كمان عن خبرة لأنه بنت 14 سنة إذا حكيتلك وقلتلك حبيت حتقليلي إنه كذابة وإذا قلتلي كان عشت قصة إنه أنا إنه إرتحت له وهالإخبار كلياتها إنه لا أكيد لا بس إنه نحنا بجنوب كنا قبل للأسف كانت واحدة بس رعمرة 16 سنة أهلة كانت عندهم يعني يقولوا عنها ستبنتنا أو شي هيدا التقاليد القديمة بقت يعني تتجذر فينا ويمكن أنا كنت بحاجة إنه أعمل شي جديد بحياتي يمكن هو كانت كمان طالب بالجامعة وكان أكبر مني سنن وكان بسلك الدولة كمان هذا الشي لفتني قلت إنه بدي دعم بحياتي وبيدي حدا يكون حدي سند غير البابا وغير عائلتي هيدا كان خياري إلي أنا ما حدا غصبني يعني بس إنه بالعكس إنه أنا ما بندم على شي ولا بندم على زواج المبكر هيدا الشي يعطاني موتيفاشن لقدام خلاني إمرأة أعرف حالي شو بدي بالحياة ويمكن إذا إجاني بنت بعد على المستقبل أعرف إنه ما لازم تزوجها بسن مبكر هي تختار وكون أنا كمان أحاسم إذا هي بتدوج بكير ولأ العمر بعده قدامي وكل الأقصص بعدها هيدا إذا عم نحكي عن البنت بس إذا الشاب يعني إذا اليوم جاد عن عمر صغير هو عمره بعده صغير وقالك إنه حبه بده يتجوز بعمر كتير صغير قولي عشرين وواحدة وعشرين تدعمي بتقبليه عن حب يعني وإحنا معرف إنه إنت رومانسية بتحب الرومانسية والحب لا ما بيجي ضده أبدا بدعمه بس يكون كمان خياره مية بالمية صح لأنه مؤسس الزواج مؤسسي يعني لازم الواحد تريث لحتى لي يخوضه من الناحين ليال إنت كمان أكدت قبل إنه سروتي كراحت بالبنوكة مثل العالم ورجعتي قلت إنك قدرت تعودي هالسروة اليوم قديش سروتك؟ عوضت لأ عوضت بمحبة الجمهور عوضت بشغل الدائم يعني كل يوم عندي الحمد الله عندي تواجد بالساحة الفنية إن كانت بلبنان ولا بالعالم مش بس بالوطن العربي الحمد الله ألمانيا أمريكا أستراليا هلأ عنا كمان كندا الحمد الله إنه بعوضها بالشغل اليومي وبدل هالجعبة موجود فيها كاش كرمال نضلنا مكملين ونشتغل ومننتج ونساعد العيلة ونكون حد حالنا يعني ندعم حالنا بحالنا شغلك اللي هو أغلب وفان وهل عندك بزنس تاني لأيلك أو شغلك بس عم يكون فان؟ عنا أساس تانية بس هيدا البزنس بحس إنه مش إنه الأمور مادية كتير فيه عمفكر بمشروع إنساني وما لازم نحنا نحكيه على الهوى عمفكر هلأ قريبا جدا مستوصف بمنطقته ياخد شي رمزي يمكن ما ياخد أساس مادية بس يكون دعم لأنه تكون فيه كفرج طبية وأنا كتير بحب هيدا الموضوع وبكون أنا عملت شي جزء من الحلم اللي أنا بحبه بمنطقته يكون فيه مستوصف طبية يكون فيه من الأشتر الدكاتراد وخبرة يهتموا بتفاصيل الناس لأنه نحنا إذا حدا بدوا يعني عنده مشكلة بسحته أو شي بينزل على صور أو يطلع على منطقة تصدقين واللي هي فيها مستوصف ليه ما بيكون فيه منطقته مستوصف كمان يعني عن جد فكرة كتير حلوة إن شاء الله هيك بتقدر يتحقيقها لأول مرة بحكيها عبر برنامجي يعني كمان هيك أفكار ممكن غير فلانين يليقوها فكرة كمان يعملوا هيك مناطقهم فالإنسانية معضية مرات العدوية الحلوية فأكيد موفعة وأنا دايما عندي قصص طبية أدوية أنا مثلا كل الشنط طبعوه اللي بيكون فيهن أدوية من بره هيدي توزيعات للعالم للمحتاجين فحيكون كمان على نطاق واسع كمان بالاتفاق مع كمان وزارة الصحة بهذا الموضوع وإن شاء الله هيكون فيه تجهيز كامل متكامل للمستوصف خاي بلشتي فيها أو بدك تبلشي سبحان الله يعني ما بدي أقلك أجت بالصدف الفكرة بس كنت موجودة يعني الحمد لله الحمد لله على كل شيء بلشتي بتنفيذة أو بعد بعدها هلأ التصميم عم نحط المشروع والتنفيذة مش بعيدة أبدا خاي بتوفي إن شاء الله أكيد على كل حال أنت عمالك الإنسانية وعطول تحكي عن علاقتك بأله وبالدين بالوقت نفسه أنت فنانة عندك فيديو كليبات عندك تطلع على المسرح كيف عم تقدر يتوفي بين الدين وإن الله وبين الفن بنفس الوقت لايكي هي الأمور الإنسانية والواحد يعرف قيمة نفسه كإنسان بيعرف قيمة الله ودايما الله موجود بكل الإشياء لما بث الأمور وتقول إنه هيدا الشيء قدام الله قديش الله كبير فبتعرفي عن جد قدرة الله وبتعرفي إنه رحمة الله واسعة وبتعرفي إنه دايما الإنسان بس يخطئ عنده وتوبة وعنده قصص حلوة بالحياة بيرجعلها لأ الله هيدا شيء علاقة بينه وبين ربه هي خاصة جدا ما بدنا نحكي بهالأمور يمكن الروحانية بس بول أنا كتير روحانية أنا حداً كتير مؤمن حداً عنده قصص إنسانية روحانية أكتر من القصص يمكن ما بحب إنه أطلع على السوشيال ميديا وإلبسها لحجاب وخبي قصص جواتي لا بالعكس عندي قصص ممكن هيدا بترديني لأيلي أنا وأنا كرام متنافية فهذه الفكرة إنه اللي بيسمعك بيقول إنه عن جد كيف عم فيها إيه بشخصيتها كيف عم تقدر تطفى بين الشخصيتان الإيمان هو جوة بالنية بالعمل الإنساني بإني أنا احترم غيري وقاف عند حدود حمرة ما بتخطاها هاي دي النقاط يمكن المشتركة بين كل الأديان وبين كل الريلجينز بالعالم بس في حلال حرام يعني بالنهاية في إيه و لا فهول اللي بيقف عند الوحيد أنا بحس إنه الإيمان هو الدين هو ما إنه شيء مسير ومخير بس دايما أنا برجع للقصص إنه الإيمان هو خير الإيمان يعني هو شيء إنه أنا أوثق بحالي أوثق إنه أنا في عندي رادع مخليني إنه ما أمشي خط اللي بيغضبني اللي بيغضب الله علي أو بيغضب عائلتي علي طالما أنت رادية عن نفسك رادية عن نفسك صحة ومتساوية ومتصالحة محالي هيدا الشيء أهم شيء الليال أنت بلشت كمان بعمر صغير والصبيه بهيدا العمر خاصة بدمين الفن بتتعرض لكتير مواقف صعبة لتحرش إذا بدنا نقول بنا أوثان في كتير يعني دومين منه سهل أبدا لصبيه بعمر صغير مطلقة عندك ولد قديك إنه صعبة عليك هيك فوتي لا ما يعني ما بتعرض له كتير قصص لأنه أنا أبداي يعني قد حالي يعني برد ما بترك يعني أنا وصغيري كنت عايام إنه روح عالمدرسة كنت أمشي عطول بمشي أنا كنت بعمل سبور بركض عالطريق فما يعني بحس إنه يمكن قدي أنا قلبي طيب بس أنا عالشارع بتحول بصير بتلعلي نياب يعني إذا بدي بتحول بصير شرسة فما بيقدر حدا بيقدر يتخطى هيدا الموضوع يعني رغم إنه الدومين صعب بس إنه الفناني قد ما كانت قوية بتقدر تكون عم بتقطع بهيك لا كتير في قصص بتصير معي مثلا في شغلي بتصير معي يمكن بالحفل بالعشر حفلات بتصير معي مرتين أو ثلاث مرات شو بتتذكري هيك مثلا بتذكر واحدة واحد كان يعني مثلا سكران على الآخر بمهرجين وحط برأس وخلص بدي بوسني قام إنه السيكوريتي وحتى مدير مكتبة صار يصرخ وهايك وآخر شي قلت له بليس خلص خلوي بوسني تقوم تقع بوسني إذا بالبوسي على الخد بتنحل معنا مشكلة تقع بوسني يا عمي ماني خلص بوسني يعني بتصير هيك إشياء بتصير قصص لايال في 2017 انتشر خبر إنك على علاقة مع حدا شخص بالسلك الدبلوماسي وما نفيتي وما أكدت الخبر هل كان فيه شي منه هيدا الموضوع هلا كمانا عندي ما رح أقول شي يعني باس بس إنه لا منه مش مظبوط هيدا الموضوع أبدا ما بعرف لي طلعوه يعني أنا برغ يعني أنا بشغلي أنا كان عندي مش علاقة عاطفية علاقة عادية جدا بتربطني علاقة صداقة أو مع كتير أشخاص بسلك الدبلوماسي أو بسلك العسكري هيدا الشي يعني ما بنكرو بس إنه ما في علاقة حب بس هلأ أنت بعلاقة حب أكيد رح نشوفك عروس 2024 ما بتعرف ليه بـ 23 ونشوفت خلصت السيفية بعطيها أربعة وشهر يارفعينا بتلح يعني رح نشوفك عروس بال اي لا طيب بالوسط الفني أو مش بالوسط الفني هيك و هيك حدا بنعرفه يعني حدا معروف إعلاميا بس بس إيه أو لا بس طيب أمتى بتتوقعي تكوني عم تعلني هيدا الخبر أو ما بتحب تعلني هيدا الخبر لا كل شي بوقته حلو كل شي بوقته حلو ولا ما بنحب إنه نستعجل الأمور بس إنه هلت عطبين هلأ الزواج بها المرحلة هيدا بدي يكون عن دراية وخبرة لازم نجيب الغربال ونعمل هيك هاي عرفت نوع هيك بس جمهور يعني عادة الفناني المحبوبة جمهورة بحبوا يعرفوا هيك أخبار عنها ولا BTS بحبوا يمتروا إنه هني مش بس يعني لما تصير جمهورها الفناني بيصيروا يعرفوا ane بدن الحشرية هن بصيروا حبوا يعرفوا عن حياتها وإيه بعدين وإذا عرفوا وإذا عرفوا بعدين طيب ما هنا خلص جمهورها الفناني إنه المكسموم طبعو إنه وين خلص إنه يعلم وخلص متطمنوا عني في قصة حب بس إنه مش بتضارة إنه كمان أنه نستعجل الأمور يعني كل شي بوقته حلو ليال انت بنت الجنوب كنت عم تحكيلي تحت الهواء قدي الجنوب بيعنيلك قدي بيعنيلك وقدي شو رأيك بالمقاومة بالجنوب انا بيعنيلي لدرجة انه انا يعني كل وقت فراغ بطلع عالضايعة بقعد بالطبيعة بقعد بتفقد الليمونات والحمدات والاكادينيا كل شي كل شي من ثمار الطبيعة البابا بيكون زارعون الحرات وحضن تعباني كتير بشم في ريحة الارض للبابا حتى الماما بتزرع يعني حتى انا ببيروت عالبرندا بتلقيني زارع الشاي الاخضر وزارع الجردانيا وزارع كتير قصص من وحي الطبيعة الجنوبية الجنوب له علي كتير الجنوب هو بلد الصمود والعطاء بلد المقاومة اكيد نحنا ما منخاف يعني هيدا الشي اللي زرعوا فينا الجنوب يعني مثلا انه تكون انا بمنطقة سوريا عندي حفلة بقولوا دربوا دماشك بكون انا باللازقية عادي بتقطع الامور نحنا تعلمنا تعودنا بتقولها مسلا جدار صوت اي وشو صار يعني شو المشكلة عادي عشتي حرب كنتي بجنوب بشي خطرة اكيد عشت حربين بجنوب كنت بعدنا صغيرة بس ندجنا اكتر وكبرنا عرفنا قدي قيمة الارض قدي قيلة علينا يعني كمشي من ترابك بكنوز الدنيا اي اكيد انتي مع سلاح المقاومة بسلاح حزب الله هلأ بدي اقلك شغلة انا ما فيني احكي عن هذا الموضوع يعني حتى انه ما بدي احكي بسلاح بس كل اللبناني اسم الله عندهم سلاح يعني شفتي هلأ مؤخرا يعني واحد بيعمل مشكلة على على شقفة ارض بقوم بيقتل خيو طيب مش بس المقاومة عند الحزب الله عنده سلاح يعني كل الاطراف وكل الفئات بلبنان عنده سلاح كل حدا عنده سلاح ان كان عنده رخصة ولا ما عنده رخصة اسم الله البيوت عامرة رئيس رئاسة الجمهورية بعد عالقة بلبنان عندك هكي مين الاسم اللي بتحسي انه بتحبي يكون رئيس جمهورية لبنان اللي بيستهالة يعني ما خاصل احساب ما في اسم معين لا ما فيني يفوت بالتفاصيل لانه يمكن في كتار عنا مهماشين وطنيين اكتر مني ما منعرف فيهم بس اني قدموا وقعتوا لبنان يمكن يكونوا من وراء الكواليس بس بس الموضوع بيبقى انه نحنا نختار صح نحنا كشعب يعني نعمل شيء نختار نختار عن جد اشخاص بيستاهلوا المناصب بيستاهلوا الكراسي بيستاهلوا انه يكونوا هني الرول مودل لقلنا وهذا للأسف ما عم بصير الليال عطول من لاحظ انه معك بادي جاردز بتحس حالك مهددة امنيا او ليه عطول معك بادي جاردز لا لاني بحبهم لانه هني اخواتي مش لانه انا مهددة امنيا بالعكس لايك الفنان الحيادة فيه كتير اكيد من منافسين اكيد فيه منافسي غير شريفة يعني منافسي شرثة فيه كتير قصص مثلا انا يعني بعملها مثلا حطيت كتير حدا بالحبس لانه بيستاهلوا يكونوا بالحبس ورا القطبان ما يكونوا عندهم حرية مثل سرقت اهلي مثلا حدا امانت عبيتي واعطيتها واكرمتها واعتبرتها اختي قلت له انتي فرد من العائلة انتي فرد لانه انتي عم تهتمي بماما وببابا كانت عاملة بالمساعدة بالنزل عاملة وعربية هي منا لا اثيوبية ولا من بلاد اللي عم يشتغلوا يعني تعبت جيب من من افريقيا ومن اثيوبيا ومنه منه من واهلي ما بيحكوا هاللغات بيحكوا لغة عربية جبنا حدا بيشتغل بالبيوت وعنده خبرة وبيحكي اللغة العربية فاسمالله ما شاء الله يعني سرقت بابا مصرياته كلها ما بيأمن بالابنوكي وهيدا الشيء كتير بقدروا فيه فسرقت مبلغ وقدره ومش بس سرقت هي ما سرقت مصاري مش قصة مصاري هي سرقت امانة سيقت للامانة قبل لانه امي كنت اعتبرها اختها بابا كان يعتبرها اخته او بنت من بناته فرد من العيلة هيدا الشيء معيب جدا وبابا ما كان يقل لي انه هي سرقته لبعد فترة كتير كبيرة لا اكتشفنا الموضوع وما بده يحكي لانه ما بده يجرح وما بده يكبر القصص وخصوصا ان احنا بابا انه بيت اهلي تعرض لسرقة قبل كان بفترة السنة الماضية يعني قبل السرقة بسنة وحتى ما حكينا للدولة عرفتل انه كان السرقة شيء لا يذكر كان خلع وبيت بيت خيل لي فوق فعيب اللي صار يعني فحطيتها بالحبس اربعة شهر وللأسف فهي مع ترفيته والقادلة كانت بعد المحكمة قيد يعني قيد انه نيجوشياشن وهيك قصص ليالا عم نشوفك باغلب حفليتك او بكتير عدد جميل من الحفلات بسوريا كأنه شوية اكتر من عدد حفلاتك بلبنان قدي عليقتك بالجمهور السوري ليالا عم نشوفك اكتر من لبنان عندي ثابت حفلة عندي بـ 12 شهر حفلة بمغدوشة عندي بـ 26 شهر عندي حفلة بسور كمان خصصت اهل الجنوب بحفلة بسور بمنطقة الاسمية لا اكيد موجود بلبنان بكذا مهرجان كمان ودعم كمان للبنان من انطلاقا من لبنان لكل وطن العربي انه هادي بقوله لانه لبنان هو الاساس لك هلاعي السوشيال ميديا عندك منشوف البوسترات لحفلاتك تبع سوريا اكتر من لبنان لانه ممكن ساقة بأعراس كتير بسوريا مساقة بانه حفلات بسوريا اكتر من لبنان لانه لبنان المبلغ اللي عم نطلبه بلبنان هو مبلغ رمزي انا من الاشخاص اللي ما بحب بتقاوى على بلدي وبعدني عم بيقبط بالعملة اللبنانية مش بالدولر في حدا اليوم عم بيقبط بالعملة اللبنانية اكيد وهني منهم لبنانية بيقبطوا بالدولر اسم الله عليهم فانا لا ما بحب يكون هالقدي يعني خلص انه يعني بيجيني اعراس كتير بلبنان انه بقول لا خلص داعملي budget انت يا عروس قدي هيك عطول انا مساهمة بهالقصص يعني عطول عندك حتى بهيدي عندك مساهمة انسانية اكيد اكيد احنا بدنا نحيي هيدا الشي ليالتا اخر هام المصاري بس انه تكون في فرحة موجودة عم تزرعي فرحة هيدا الشي كتير مهم وكمان بالنهاية انا بدي اخد شي رمزي لانه انا كمان بدي اعيش انه وراي عائلة وراي انتاج وراي كتير اصحة هيدا شغلك وراي التزامات معينة بتعتبر حالك مظلومة عالميا اليوم او راضي عن ظهورك لا مظلومة اكيد لانه اذا انا يعني اذا انا ما نزلت القصص اذا انا ما 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 تعبت على حالي بعرق جبيني وانا ما ما رحت بحبشت وساعات اكيد في كتير في ناس في صحافة حطن عراسي من فوق وبحييهم عبر منبرك اكيد في صحافة كتير بتقبض وتقبض حق الكلمة وتقبض حق الخبر هيدا ما خصنا فيه في صحافة صفرة في لبنان موجودة مش بس بلبنان بكل الوطن العربي هيدولي انا ما بيعنولي بحطن بدي عصب على اكتر يعني ما بيهمني حتى بيحكوا عني كتير قصص في كتير ناس مثلا بيحبوا يبتدوا مشوارهم هيدول القصص اللي بحبوا المنقى كما بيقولوا الجدال البيزنطي او الجدال ما بيقدي لنتيجة بحبوا هنا بس ليه طول ليه العبود في عليا مهاجمة او من صحافة او بيكون في بيلايه اشي يعملوا عليا جدل والله ما بعرف الصراحة عن جد ما بعرف يعني مثلا شربلتا بلشت فيه بالوصص الزكا الاستناعي هيدي كل مرة مثلا صحافة انا كتير بعزه بجله وخيله انه فناني بتبلش بحرف اللام راحت عالكمبنسكي شو هالخبار مثلا انه ما بيعيه في عداوة او فيه هجوم على ليه العبود مش قصة شي بس انه الفكرة انه يا حبيبي يا تقبرني يا قلبي انه انا انه انا كنت بتركيا انه شفت الخبر انه كيت بانه ليه العبود تحت طب ما رد انه مش ليه العبود لانه انا مخصني بالموضوع وانا تعي رد انا على الموضوع انه انا بصغر انه عن جد انه بعيب انه فيه كتير قصص بحس حالي داخلي فيها او انا مخصني فيها هالفكة ليالا عندك البوم هلأ جديد ونزلت كذا فيديو كليبي خلال الاشهر الماضية فيه اغنية لفتتني باللهجة الخليجية ام 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 ولكن يعني شفت كنت عم شوف الكومنتز شوية على الاغني انه ليه ليالا عم تغني خليجة وليه هلأ درجة الخليجة بتردي شو اللون دخلي معي يعني شو بدي اغني انا اغني اصلا الفنان ما لازم يكون عنده هوية واحدة هو هو فنان شامل لازم يغني بكل اللهجات بيكون عنده حضور مثلا ببلد خليجي شو بديو يغني بيغني اكيد الهوية اللبنانية طبعا هي باسبورو عبور بكل الوطن العرب واكيد بدي يكون عنده تواجد يمجد حاله بغنية خليجية تكون هي هي تكون له خاصة فيه نكهة خاصة لقلو تعتبري عندك حضور بالدولة الخليجية اكيد اكيد هلأ عندي حضور بالبحرين حفلتين بواحدة وثلاثين بواحد اوغز وهلأ الالبوم الجديد اي متى سبتمبر بحيث انه لازم ننطر شوي كرمال لانه الالبوم ما فينا يعني ما فينا هيك نحط نكبه مثل ما مثل ما بقوله لازم نتريس شوي لنحطه بالمكان المناسب والوقت المناسب ليالي يعني طالما الالبوم الجديد رح يبصنوا النور قريبا شو هيك بدك تسمعينا منه اغنية بعد ما حدا سمعه هلا الالبوم متنوع متنوع الهجات من الخليجي للعراقي للسوري لللبناني حتى في شي مصري جديد وستيل جديد بنكهة جديدة وان فاير ما رح قللك بدك تسمعينا منه مقطع لا ما خصب بكل شي غنيته انا مصري يعني ستيل هيك سريع لازم نسمع لنا عارف لا لا خلت ابدا مهدوم مهدوم كتير الغنية ستيل الجديد ونكهة جديدة وحتى طريقة الكريب حتكون جديدة صادمة يعني اذا بدك بعد ما سمعنا صوتك اليوم لكن اكتر غنيهك بتحب الليال بيئة غنية شو هي رح غني الغنية الجديدة اللي إلي واذا بدك بحب غنيلك مقطع كلاسيكي ما عندي مشكل قول يا ويلك من الله جمالك ما خلا ولدقجوه القلب إلا واحتالة عيني ها التركيبة العاجيب الغريبة رجلي معها يبي والهضامي كلا يا أحلى جبوبي بها الكورة الأرضية قلبي غالي علي بس وجودك أغلى يا ويلك من الله جمالك ما خلا ولا دقجوه القلب إلا واحتالة كتير حالو بتحب تعمل ديو معه؟ بحب بالكلاسيك أنا نجحت مع صهري الفنان عدن إسماعيل بوجه له تحية فيه كمان أغنية كلاسيك بامتياز وفيه كمان أغنية كمانة قطعت بالآلبوم مع الفنان محمد محمد حسون عايش بالدنمارك وصوته كتير كتير حلو كان في إله كان في إله يعني مداخلي كتير حلو بالغنية وحبايته وحيمكن تتصور كاملنا بالدنمارك ليالي الزكاة الاصطناعية يعني عم يشتح العالم هلأ وإنت كنت ضحية أول ضحية أول ضحية بلبنان للزكاة الاصطناعية صفحة شاربيليتا نزلت نصب لإلك عم تقولي في يعني سمته فرفشني لازبون قدي أثر عليك هذا الموضوع وكيف عم تتعامل ديقت لدرجة يعني حتى بابا وماما حتى إخواتي كلهم قالولي إنه شو يعني وإذا قلت فرفشني بس مش أنا إنه عاب إنه قلت أنا معقولي إنه أنا عندي يكون شك بالشي اللي قيلته بحياتي ما أنا قيلة كلمة فرفشني هون يخليني إنه أنا confused بالموضوع صرت إنه ديقت بس بعدين تعودت إنه لأ في في عن جد ناس عابلة تأذيني بطريقة ما إن كان مباشر ولا غير مباشر وما كنت أنا بلبنان كنت بأمريكا وكان عندي حفلة بنفس الليلة ديقت وأنا حدا حساسي كتير آخر شي قال لي وإذا قلت يعني وإذا قلت بابا وإذا قلت فرفشني فرفشي حلو يا بابا قلت له طيب أوكي مش ماش أخدت أخدت حقك بشي طريقة صار في دعوة قضائية بيناتكم في دعوة قضائية عندي المحامة مازين حلال ورأي تحمدان عم يهتموا بهذا الموضوع وإن شاء الله نوصل لنتيجة أكيد يعني غير قصة التسريب الصوتي والزكاة الاصطناعية عندك بعض في عندك بعض قضية على الآن هي قضية انتحال الشخصية صح وإن صرتي بهذا القضية وشو صار يعني بعدنا عم نشوف أنه بعد في مشاكل حوله يعني في يعني في بروف بده يكون في بروف على على الطريق لياليا اللي بيسمع حكيك عن يعني نرجع شويلة أول مكان ولا أنا حدا كتير مسالم وحيادة بس بتكوني قاعدة ببيتيك وقاعدة بشغلك ومسافرة بتجي المشاكل اللي عندك يعني شو بدي أعملها هل كل الفنانات بيجي لعندة الأدب مشاكل أو بس ليالا عبود يعني مشاكل ما بتدق الباب ما بتستأذن مشاكل عم بتفوت على قلب بيتي وأهلي وداري وابني وحياة العملية يعني هيدا شي ما بيسمح فيه وهيدا شي عايب إني أنا أتقبل وبعد كل هاللي ثار وبعد كل هالتجربة بالحياة إنه خلص إنه منا حيط واطل العالم كلها تحط إجريها وتدندلهم أسلت هيدا المشاكل على ابنك أو على علاقتك بابنك هلأ قولي تعود ابني يعني مديك المرأة عمقل له في هيدا وقل له إذا يعني شو المشكل أنتي أدى أنتي أبداي يعني والله بحب في هيدا هيدا الروح ابنك عايش معك أو مع بيو معي معي وهو عطول معك أي حلو شفنا قبل كمان بإطلال إعلامية لإله أدى كان داعمك وأدى بيتغزل فيك بحب الموسيقى كتير كتير حلو هالعلاقة يعني أبينيك وهو حدا كتير رابر كتير شاطر قريبا جدا رح يكون في إله غنية بالسوق آه يعني فيه انطلاقة فنية كمان صوته حلو كمان هيدسكوب لإلك كتير حلو لكن نشتغل على الموضوع فيجأني أنا بعرف أنه صوته حلو من هو صغير بس فيجأني بالراب حافظ كتير قصص يعني ما بحياتك بتتوقع يمكن الفنان مثلا مشهور بأمريكا دريك ما يكون حافظ الغنية مثل ما هو حافظ بدعا ليالي يعني حكيتي قبل عن علاقتك لنرجع شوي لأول الحلقة كنا عم نحكي عن علاقتك بأله وبالفن اللي بيسمعك عم تحكي بيقول فيه مشروع اعتزال هل ممكن أنت تكون أبدا 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 بعدني بأول الطريق وأنا لازم أعطي بعد أكتر وهلأ لكن كل شيء وارد بالحياة ما بتعرفي يعني الهداية بتجي من الله بس أنا بقول أنه بعد في قدامي كتير قصص بحياتي لازم أعملها بستيل يعني بحياتي المهنية وبعدني أنا طالما أنا عم بعطي وأنا يعني عم عيش من هيدا العطاء عم عيش وبعايش عائلة كتير كبيرة برقبتي يعني فبحث أنه لأ هلأ بعد مش وارد وش رأيك بالفنانين اللي بيعتزلوا يعني عنا عمل حجاز رأيون تحترم رأيون بوقف هون ما فيني يحكي رأيي أنا لستو بموضع الحكم يحكو مع الناس الله يهدي الجميع لا يهدينا طالما منقول لا يلعبود ماذا لو رجع فيك الزمن لورا ترجع بتمشي نفس مسار حياتك أو فيه إشي بتقولي لا يا ريت كان بدي غيرها أو بدي أعمل شي تاني مني ندماني على شي بس برجع بغير للأفضل شو الشي يعني ما بضيع وقت مثلا ما بضيع وقت لحتى ليكون فنانين أنا بلشت بس يعني بوقتها بالستيديو الفن بالألفين واثنين كنت كتير صغيرة لو بلشت بهذا العمر كنت هلأ يمكن يمكن ما بعرف شو كان ثار وبحب أرجع أتعلم صير دكتورة كمان أنا وبالفن ما عندي مشكل كمان هيدا وقت ضيعته علي أنا دايما بحب أتعلم يعني ما بشبع من العلم بحر العلم كتير واسع والمعرفة فيه كتير كبيرة ما كنت تجوزتي بعمر صغير يمكن يمكن ايه صح أو ما بتندم بتقولي يمكن تجربة علمتك هلأ ما بندم بس يمكن ما كنت تجوز بعمر صغير كنت فهمت الحياة أكتر وبعدين درست شو بدي ليال بالفترة الماضية كان فيه كتير خلافات بين الفنانين أكيد يمكن سمعت بالخلاف بين ميريان فارس وفارس كرم لو كنت محل ميريان فارس واتوجه لك أي فنان بكلام مثل توجهوا فارس لميريان واتقالة بعتقد نفسي محمضة وشي هيك كيف كنت بتصاعد هلأ هني رأيهم يعني مش بس ميريان وفارس كرم بوجه لهم تحية تنيناتهم تنيناتهم يعني لبنانية ما لازم الشي اللي صار يعني لأنه جرح فيها ولهي تجرح فيه ولا كله الأخبار لأنه بالنهاية نحنا عن كلها الأقصص وراهم جمهور وراهم فانس ما فيه أنا أخذ عنك فكرة مش حلوة ولا أنت تخذي عني فكرة مش حلوة خلينا بالسماء حياة السماء حلوة كتير حياة الأرض يمكن يكون فيها شوية سن إذا بدك خطيئة بس أنه بحيث أنه الفنان لازم يكون منزه عن كلها الأقصص ودايما يكون روحه رياضي يستوعب يحتوي يحمل تليفون ويدي قيله أنت قلت عني هيك أنت قلت عني هيك يصفوا القلوب ويصفوا النية ما يردوا على الكلام وعلى أقلام الصفرة لأنه الصحافي كتير بتحب تجيش وكتير بتحب تعمل مشاكل عليك أن الفنانين شهدت شوية يعني بالفترة الماضية هيك نزاعات كان فيه هجوم كان عندي رأي خاص كان مش رأي شخصي على الفنان بطريقة أنه جرحه لا كان عندي رأي خاص على الموج اللي طالع بالوسط الفني خلينا إذا من إحنا ما نغني نحافظ على الكلمة وعلى الحرف الأبجد وعلى اللغة العربية اللي نحنا منتغنى فيها عم يبعدونا عنا أنا حكيت رأي وما بقى أحكي أصلا فيه وزارة السقافة وفيه إعلام طويل يعني ممنوع فناني يعطي رأيه وشهد حافل فناني يعطي رأيه خليه لأي العبود ترد فينا قابة فنانين بتحمي حقوق الكلمة والنشر والحياة الفنية والابتذار اللي عم بيصير ولا أخلاق اللي عم بيصير بالوسط الفني أنا ما بقى دخلني أنا نسحبت إن الموضوع أنا صحبي مع الكل وأنا بحب الكل وأنا بحبكم كلكون على رأس السطح وأنتو الله يرزقكم وأهو خلص خلصت القصة تحسنت علاقتك مع سارة زكريا سارة زكريا سارة مش بس فناني أخت عن جد صدقيني يمكن المجتمع ظالم بس سارة ما غنت واطي مثلا سارة غنت موجة عم تضرب أهو الله يوفقها ويعطيها صحة ويعطيها بعض نجحات أكتر وأكتر لأنه أنا بزقف لها كمان لأنه هني هيك بدون يعني بدون هني أغاني أهو صغيرة وأغاني فيها كلام على المسرح بالعكس تستغل الموجة وبرافو عليها ليال ماذا لو كنت مطرح إليسا بالمشكلة اللي صارت مع زياد برجي وحقوق الأغنية هل كنت بتقاتلي بتفتي على القضاء كرمال الأغنية أو بتحافظي على صداقتي كمكي مع صديق قديم وبتتخلي عن الأغنية هلأ يمكن أنا خليني بموقع الحياة ده ما بدي أحكم على حدا ما بعرف تفاصيل المشكل اللي صار بيناتهم بس بقول أنه أغنية مش محرزة وهن ثنائي نشحوا مع بعض رائع هو فنان عنده ريبرتواره بالألحان وبالحياة الفنية وهي فنانة مستهى البحث أنا كليال بقول بس هن شو صاير معن الخلافات هايدي كانت لازم تتسوى وراء الكواليس مش بالعلن شو بتهديون أغنية للفنانين لهيك ختاما يعني إذا في حال أنا أنه أنا حكيت ع حدا من غير قصد جرحت حدا لمت حدا لاشعوريا ما بعرف لسانة كان عندي كان عندي شي يمكن سبقت الأمور بقول لبدي عاتي بقلبي وذلاته كل وحد فينا بيتعلم من أغلاطه صفيت إيه وغدرت فييه منك لا الله إيه والله هالقابي إيه وهانت إيه من العشرة نسيوها وثارت ذكرى الناس لضوعت إلا العشرة الوفن الثياني تعلم من خبرية الشايب وتجنب كل الأرايب إلا لأهلك وعا تأمن دنيتنا دنيت عجايب دنيتنا دنيت عجايب إن شاء الله ليالي يعني هيك يسمعوا منك الفنانين هيك هالأغنية الحلوية ويكون في صلح وما بقى نشوف خلافات دنيت عجايب كلنا لازم نسمعها وتعلم من خبرة الشايب هلا بقلهم لكل اتنين فرقون العالم يعني بقلهم فرقونا يا حبيبي يا حياتي بعدونا بلا حبك ما بعيش سمعين أيها لكن فرقونا يا حبيبي يا حياتي فرقونا بعدونا ضيعونا عذبوا قلبين لشالوا عطري من دمك ولقدروا ينسون ياك محفور عيني بقلبك وبقلبي عايش هواك لا ما بعيش لا لا ما بعيش بلا حبك ما بعيش بلا قلبك ما بعيش لا لا ما بعيش كتير حلو شكرا كتير لقلك ليال يعني ما فيش احنا نخطم منه من هالأغنية الحلوة وهالصوت الحلو نحنا كتير كنا سعيدين اليوم بلقائك وبتمنى هيك تكون كانت المقابلة كانت سلسي كتير مرسي على اللقاء الحلو تانكيو على أسئلتك الحلوة شوي كانت مستفزة نوعا ما بعد الأصص بس أنه نحنا بشكرك على جرقتك وسراحتك يعني كمان اليوم عبيت كل فريق العمل المخرج حسين جاد كل الكروه العمل وجلهم تحية الكاميرامان أنت بتعقدي نيو تي في انتو بالقلب تانكيو كتير ليال تانكيو وإن شاء الله قد لك بالألبوم الجديد تانكيو باربي واليوم يعني هيك لابسي باربي انت على الوحي المناسبة خبرينها أشتر مني انهون يعملوا كتير في هلأ تريند باربي فأنا حبيت عن نيو تي في أعمل باربي باربي كتير حلو اللوك تانكيو ليال نشوفك ان شاء الله بلقاءة تانية ان شاء الله باي الى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة